طب دلوك يا باحل يعلم منزلت موضع فاطنة اللي هو هد أنا مش عارف لوصلنه خالص ما تجلاكش حنوصل ربنا يا أستر طب وزينك هنعمل إيه مع زينك لو وصلنا لسالم يبقى وصلنا لزينك ربنا يا أستر كميل يجوه في المكتب؟ في واحدة مستنياك جوه مين دي؟ اتفضل وانت تعرف مستنى عندك أنا الاسم هيا مني اللي مستنى يا جوه دي مين يا ستنتي؟ محستني يا بحر معقولة؟ يعني ما سفرتش؟ أنا برضو مستغربة زايد مش عارف هي سفرت إمتها ورجعت إمتها وجاية لابسة انقاب وحاجات غريبة كده مش عارفة في إيه انقاب؟ اه؟ كان لازم أعمل كده عشان ما حدش يشوفني ولا يعرفني وأنا جاية لك اللي مش جادر أفهمه مش انت قلت إلي قبل سابق بسي باكمل لنا قلت قبل كده يا محر دي حكاية طويلة قوي مش عارف حكاية لك دلوقتي حكاية ايه؟ أنا لازم أفهم كل حاجة دلوقتي كيف سافرتي؟ وميت رجعتي؟ وكاللي ده من أساسه؟ ودي الوقت خايفة خايفة من إيه؟ ومن مين؟ ياك يكون جريبك اللي اسمه عشرف ديه؟ نظهر في حدك تاني خلينا في المهم يا بحر تلك ما فيش وقت للكلام ده دلوقتي احنا لازم نلحق قريبتك زينب زينب وانت تعرفي عن زينب نلحقها من إيه؟ ومن مين؟ هي مجزينة بمختفية بقى لها يومين؟ صح بس انت كيف عرفتي؟ نلحقها بس الأول وحفاهمك على كل حاجة بتعرفي مطرحها؟ أيو تكون مكسادي همي يول يا باح حالة فيه؟ أنا عايزك تعمل اللي قلت لك عليه بالزبط بس أنا عايزة أعرف تراح فين دلوقتي؟ ده عزمان هلحق زينب زينب؟ تحرفت طريقة؟ بقول لك هم الموضوع لبلد دلوقتي وتنزل دلوقتي تطلع على حضانة تكلم مع ناس جيناك أكيد هتوصل لمعلومة أنا روحت قبل كده يا باحري ومعلمتش هوصل لحاجة واحد تاني وثالث ورابع تكلم معاهم حجت معاهم ولا أقول لك راجب البيت اللي كانت معاها أكيد هتوصل لحاجة باحري احنا لازم نستنى لحد ما دونية ليلة عشان نعرف ندخل البيت ما دقل لجيش خلناك وفتحت البيت يمكن نعترف حد نازل ولا طالع يلا باح نخلي بالك على روحك طمانيني عليكي اسمين يلا ربنا نشكر